موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في سلسلة جديدة هنشرح فيها كورس المحاسبة التكاليف كورس المحاسبة التكاليف ده بتدرس في جماعات كتير بعد كورس المحاسبة المالية طبعا دي مبادئ محاسبة التكاليف ما بندخلش فيها بعمق وبتدرس غالبا من كتاب اللي هو هورنرجين كوستا اكاونتينج اما نيجاريا الامفاسيس سكستينس اديشن طبعا احنا الكتاب ده انت ممكن ترجع له لو انت عاوز تزود معلوماتك بس ان شاء الله الدروس هدي بقى كافية جدا هنشرح الكورس عن طريق مجموعة من الدروس القصيرة اه كل فيديو اللي يتعدى ربع ساعة تلت ساعة ان شاء الله هيبقى شامل كل حاجة باذن الله طب اول درس معنا اللي هو lesson 1 اه بتكلم ايه الفرق ما بين financial accounting وال management accounting وال cost accounting يعني احنا ان شاء الله في درس ده نعرف ايه هي محاسبة التكاليف ما هي محاسبة التكاليف وايه علاقتها بال financial accounting الكورس اللي احنا اخدناه السنية اللي فاتت وال management accounting نبدي مع بعض دلوقتي طيب اول حاجة قبل ما نعرف يعني ايه محاسبة التكاليف عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين financial accounting اللي هي المحاسبة المالية وال management accounting اللي هي المحاسبة الادارية انا خلنا الفرق ما بينهم اه في كورس financial accounting واكيد انتم اسمعت عن الفرق ما بين اللي اتنين بس احنا راجع لهم تاني هم اللي اتنين سواء financial accounting او سواء management accounting هم اللي تنباره عن ايه عن information system نظام معلومات وزي اي نظام معلومات هو فايدته اللي هي اللي هو يديك ايه اللي هو يديك information بس بيديك information ليه عشان ياخد على اساسها ايه يعني هو سواء financial accounting او management accounting هم اللي اتنين بيعملوا ايه provide information for me for decision makers تمام هم اللي اتنين عباره عن نظام معلومات بيدي معلومات للناس اللي عايزة تاخد قرارات بس اللي اختلف ما بين الاتنين بيبقى على مين على decision makers ليه بقى لان financial accounting بيهتم بمين decision makers بتاعه external users ودي خدناها برضه في كورس financial accounting external users اللي هم مين اللي هم الناس اللي بره الشركة تمام اي حد بره الشركة يعتبر مين external user واخدنا اكبر نوعين منهم اللي هم creditors والإيه والinvestors الناس اللي هتسالي في الشركة اللي هم creditors والناس اللي عاديين يستثمروا في الشركة او المستثمرين بالفعل في الشركة اللي هم مين اللي هم الinvestors الinvestors اشوف اني واحد فيه مشتري فيسا تمام طيب الناس دي بره الشركة فلازم طريقة عشان نوصلهم بيها المعلومات لازم في طريقة معينة نوصلهم بيها المعلومات كانت ايه بقى اللي احنا كنا اخذناها كانت اساس او يعتبر الاؤتبوت بتاعت financial accounting اللي هي اللي ايه financial statements عشان كانت في financial accounting اول حاجة بتتدرس في كورس financial accounting اللي هي اللي accounting cycle لغاية ما اتطلع اللي هي القوائم المالية تمام طيب ال financial statement دي بيستخدمها مين بقى بيستخدمها ال creditors ويستخدمها الinvestors عشان يبني قراراتهم عليها طيب هو ال creditors والinvestors مهتمين بالشركة دي بس ولا ممكن يكونوا مهتمين بكذا شركة هتقول لي اكيد مهتمين بكذا شركة وعايزين يقارنوا ما بين الشركات دي كلها فلو كل financial statement معمولة بطريقة مختلفة من شركة لشركة يعني او في financial statement معمولة بطريقة مختلفة من الشركة دي للشركة دي هقدر قرار ما بينهم؟ مش هقدر صح ولا غلط لازم تكون كل financial statement تاعت كل الشركات معمولة بنفس الطريقة او معمولة بنفس القوانين القوانين دي بيسميها ايه بقى في المحاسبة؟ بنسميها معايير المحاسبة تمام؟ فالfinancial statement دي لازم تكون ايه؟ standardized يعني معيارية مش على معيار عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى comparable او اقدر اقارن بيها ما بين الشركات وبعض طيب ازاي تبقى معيارية؟ معيارية لازم تمشي على الايه بقى؟ accounting standard follow accounting standards معايير المحاسبة طيب معايير المحاسبة دي زي ايه؟ زي gap الجاب دي اللي هي جوه امريكا US gap شنراليا accepted accounting principle والIFRS دي المعايير الدولية اللي هي international financial reporting standard تمام؟ طبعا كل بلد اللي هي معايير يعني في مصر في معايير المحاسبة المصرية في السعودية في معايير للسعودية تمام؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان financial accounting بيهتم بمين بال external users وعشان هو مهتم بال external users لازم يكون ايه؟ لازم يكون ماشي على قوانين ومعايير هتبقى هي اللي ايه؟ اللي هي accounting standard سواء ال gap او ال IFRS طيب بالنسبة بقى لل management accounting دي جاي من اسمها management accounting يعني ايه؟ المحاسبة الادارية طيب جميل طيب المحاسبة الادارية دي مهتمية بمين بقى؟ بال internal users اكيد بالمين؟ المديرين؟ الناس اللي جوا الشركة ال internal users دو زي مين بقى؟ زي managers والايه؟ وال employees اه مهتمين بالايه؟ بالناس اللي جوا الشركة مهنا ناس الجوا الشركة دو برضا عاوزين ياخدوا قرارات طيب هما عاوزين ياخدوا قرارات زي الناس اللي بار الشركة؟ يعني قراراتهم اللهم بياخدوها تبقى نفس القرارات الناس اللي بار الشركة؟ هلاك لا، طبعا بياخدوا قرارات مختلفة والقرارات بتاعتهم هي اللي إيه هي اللي بتدير الشركة المتعلقة باستراتيجية الشركة يعني متعلقة بالقرارات اللي بتعملها الشركة فضوط محتاجين حاجات مختلفة تماما محتاجين معلومات مختلفة تماما الفينانشال أكاونتنج ما بيقدمهاش فبالجولة إيه بقى للمانجمنت أكاونتنج أو المحاسبة الإدارية طيب المانجمنت أكاونتنج دي زي إيه هتعرف قدام زي الإيه مثلا البودجت والفاريانس أناليسيز طبعا دي مش هنشرحها في الكورس ده لأنها خارج نطاق الكورس بس البودجت والفاريانس أناليسيز دوية تعني ايه يعني زي الموازنات وتحليل انحرفات يعني بنعمل موازنة للمستقبل تمام البودجت دي يعني موازنة للمستقبل حاجة في الفيوتشر تمام وفي الآخر بنشوف بقى الموازنة اللي احنا كنا عاملينها دي انحرفنا عنها قد ايه في الحقيقة يعني بنشوف بقى البرفورمانس بتاعنا الأداء بتاعنا في الحقيقة ونقرنه بالموازنة اللي كنا عاملينها ونشوف الحرافات دي جات منين عشان نقدر نحسنها أو نقدر نطورها تمام فده ايه دي بيسموها البودجت والفاريانس أناليسيز الموازنة وتحليل الحرافات ها ها يبقى هنا بقى لاحظ حاجة لاحظ ايه ان في المانيجمنت اكاونتنج دي مهتمية بالايه بالمستقبل لان انا هياخد قرارات مبنية على ايه هتأثر فيها في المستقبل تمام دي فيوتشر اوريانتد تمام زي البودجت والفاريانس أناليسيز انا بعمل البودجت دي للمستقبل عشان اقدر اخد عليها قرارات هتدير ايه هتقدر ادير بها شركة في المستقبل طيب الفانانشال اكاونتنج بقى قالك دي باست اوريانتد يعني ايه يعني هيضبك انا بعمل ريبورتنج لايه الانفورميشن اللي حصلت السنة اللي فاتت يعني الفانانشال استثمين دي بتقولك الشركة عملت ايه السنة اللي فاتت فدي باست اوريانتد تمام بتسجل بتعمل ريبورتنج لحاجات اللي حصلت السنة اللي فاتت اول فترة اللي فاتت طيب جميع طيب نرجع بقى تاني للماناجمنت اكاونتنج احنا قلنا الماناجمنت اكاونتنج زي البودجت والفاريانس اناليسيز طيب هل البودجت والفاريانس اناليسيز لازم يكونوا ماشيين على قوانين او معايير زي الفانانشال استاتمينز لك لأ لان انت بتدير الشركة اللي انت شغل فيها الماناجر بيتير الشركة بتاعته تمام فانت حر درها زي ما انت عايز وكمان كل شركة بتختلف عن التانية في اسلوب الادارة وليها متطالبات مختلفة فاكيد ملهاش معايير كل واحد بيدارها بالطريقة اللي هو عايزها اللي هو عايزها منها في الفانانشال استاتمينز لا في معايير اللازم تمشي عليها فعشان كده الفانانشال استاتمينز دي بتكون صعبة جدا في المعايير بتاعتها لان انت ممكن تلازم تطبق المعايير حتى لو هو غير متوفق معاك حتى لو انت وظروف الشركة متسمحش لازم تطبق المعايير ده لازم تطبقه وانت بتعمل انت خر اعمل اللي انت عايزه بس ايه اللي بيحكمني بقى اللي حكومك ان لازم يكون الايه البنيفيت اعلى من القوص لما علش انا مش هروح اعمل حاجة مش هروح اجيب معلومة مش هعمل اناليسيز لحاجة وانا شايف ان البنيفيت اللي هتجيلي من الاناليسيز دي اعلى من القوص اعلم التكلفة بتاعت التحليل نفسه اه لو حاجة الفايدة بتاعتها اعلم التكلفة هعملها تمام لازم يكون البنيفيت اعلى من الايه من القوص اما في الفينانشال اساتمنت انت انت ملكش بنيفيت ليه بقى المانجرز ملهمش بنيفيت من الفينانشال اساتمنت ان الفينانشال اساتمنت دي بتروح للاكسرنال يوزرز تمام بس هما ملزمين يطلعوها وملزمين يمشوا على المعايير دي كلها طب القانون تمام لأنت لو سبتهم بمزاجهم البنفس على مكوز هيقولك طبعا مش بستفيد منها ما تعملهاش بس ها مش بمزاجهم ليه لأنت عايز تروح للاكسترنال عشان يقدر ياخدهم معلومات عن الشركة من جوه الشركة انت حر اعمل لأنت عايزه الحاجة اللي بتستفيد منها ايه اعملها طب جميع طيب انا قلل لكو بع ده دائما مهتما بالاية بقى بالقرارات بتاعت الشركة فبالتالي هتلاقي مهتما بال PlayStation التسراتيجية بتاعت الشركة تمام دائما الناس اللي هما في دولة اللي بيحددو Prestategin الشركة وبيديرو الشركة اللي بياخدوا قارارات اللي بتؤثر في الشركة مستقبلا تمام فعشان كده هتلاقي الناس اللي هما في يابعى وكمنوكا وامبليمنت استراتيجي هم اللي بيعملو استراتيجيات تمام هم اللي بيوصلوها للنصة لتحتيم هم اللي ايه اللي بياخدوا الكرارات الي طبق الاستراتيجيات اللي هم طوروها له. طيب. اه فامريكا طبعا الفينانشال اكاونتنج ان الفينانشال اكاونتنت او المحاسم المالي. ده بسموه سي بي ايه. تمام. بيمتاح انه ياخد شهادة سي بي ايه. المانجمينت أكاونتنج ده بيسموه CMA وبيمتحن وبياخد شهادة CMA فالمهتم منكم إن شاء الله بالفينانشال أكاونتنج يطمح لو يكون CBA أو Certified Public Accountant اللي عجبته المانجمينت أكاونتنج والكوست أكاونتنج اللي سندخل فيها دلوقتي ده يروح يمتحن إيه بقى ياخد شهادة Certified Management Accountant طيب جميل انت دلوقتي إيه شرحت لنا Financial Accounting وال Management Accounting بس إحنا الكورس بتاعنا مش قولة على ده ولا على ده الكورس بتاعنا على إيه على Cost Accounting طب قولنا إيه بقى Cost Accounting يعني إيه محاسب التكاليف شوف معي بقى Cost Accounting دي Accounting Information برضه Accounting Information System نظام معلومات بس ال Information اللي بيطلحها بيديها لمين بقى؟ بتروح ل Financial Accountant وبتروح ل Management Accountant يعني المعلومات اللي بيطلحها من Cost Accounting بتخدم مين؟ بتخدم على مين؟ بتخدم على المحاسب المالي وبتخدم على المحاسب الإدالي ازاي؟ هقول لك هو Cost Accounting دي محاسب التكاليف يبقى بالبديهي كده بنطلع منها ايه مسلا؟ ايه من المعلومات اللي بيطلحها منها؟ اللي هي الايه؟ Unit Cost نعرف ايه تكلفة الوحدة من المنتج بتاعنا تكلفة الوحدة من المنتج انا مسلا بنتج عربيات انا عايز اعرف العربية متكلفة عليك فده بيسموه Unit Cost طبعا هنعرفه في الدروس الجاية ان شاء الله طيب لما اعرف Unit Cost ده ايه اللي بيحصل Financial Accounting هيستخدم المعلومة دي المحاسب المالي هيستخدم المعلومة دي هيستخدمها في ايه؟ هيستخدمها اللي هو يحسب الايه؟ Cost of Good Sold اللي هو بيحطها في Income Statement طيب انا عارف من ايه انت تكلفة الوحدة المباعة اللي انا معرفش Unit Cost ما هي الـ Cost of Good Sold دي لو نفتك الكاتمودة فين في ال Income Statement لما قلنا Sales Revenue Minus Cost of Good Sold بيديك الايه؟ Gross Profit او Gross Margin طيب الـ Cost of Good Sold دي تكلفة الوحدة المباعة طيب انت هتجيبها هتجيبها من ايه؟ من الثلاث انت تحسب Unit Cost وشوف انت بعتها ايه فتدرب Unit Cost في الايه؟ في الكمية اللي انت بعتها اطلع لك الـ Cost وجود Sold طيب الـ Unit Cost دي هنجيبها من ايه؟ هنجيبها من ايه؟ من محاسبة التكاليف طيب المحاسب الاداري المناجمت أكاونتنت هيستفيد ايه بالـ Unit Cost هقولك طبما انا ازاي هصعر المنتج وانا لازم لازم ايه؟ لازم معرف تكلفة الوحدة قبل ما سعر المنتج فالك لازم معرف تكلفة الوحدة لازم معرف تكلفة الوحدة تسعير المنتج تعتمد على الـ A تكلفة الوحدة فالكوست أكاونتنج تدعي الوحدة تخدم من الفينانشال أكاونتنج والـ A والماناجمت أكاونتنج طيب طيب دي كانت الخلاصة بين الفرق ما بين الايه؟ ما بين الفينانشال أكاونتنج والماناجمت أكاونتنج وعلى قوصت أكاونتنج ول gad temporal انها جغلت ع القوصت وبسيطة جدا مواظم الكتب تشرح الostaكاونتنج مع الـ A بلتم بالاثنين لس Peak اكتر ببعض. طبعا في بعض الجامعات بتقول لك اسم الشيك اللي تقول لك يتقول لك cost management. cost management دي يعني ملهاش معنى بس هي ايه? بيلبط بيلبط الكوست بال management يعني بيشرح برضو cost accounting وال management accounting. تمام بس هو يبدي اسم الشيك عشان يجذب الناس يعني. وكي نكون خلصنا مع بعض اول درس اللي هو ما هي محاسبة التكاليف او ايه هي محاسبة التكاليف وعلاقتها بال management accounting وال financial accounting. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس ده وان شاء الله في الدرس اللي جاي هناخد او مصطلحات محاسبة التكاليف ودي هتبقى اساس محاسبة التكاليف مستقبلا ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو اللي جاي مع السلام.